السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير معنا دلوقتي اكتيفتيز يعني انشطة على الوحدة الاولى زي ما احنا شايفين هنا عندنا مجموعة من الاسئلة اسئلة مختلفة اول سؤال هنا في الصور الصور دي بتعبر عن كلمات وعايزين نكمل كل كلمة من دول فيه هنا في كل كلمة فيه حروف نقصة عايزين نحطها يعني مثلا هنا اول كلمة ده عندنا هنا فريق بيلعب كرة طيب يعني ايه فريق هنا عندي اول حرفين او اول حرف واخر حرف حرف تي وحرف الام اللي هو بيعني فريق يعني ايه فريق يعني تيم تيم تي اي اي ام تيم يعني فريق طيب الأصدقاء لما يقابلوا بعض يعني ايه قابل ميت ميت اي اي دابل اي وبعد كده تي طيب ينظف يعني ينظف كلين كلين لين سي ال اي اي ان كلين ينظف طيب هنا يعني مثلا اللي هو الشعور التعبير عن الشعور يعني ايه يشعر كلمة يشعر يعني ايه سواء بقى مثلا يشعر excited بالحماس يشعر انه هانجري جعان كلمة يشعر نفسها يعني ايه يعني feel feel يعني يشعر f-e-e-l يعني يشعر feel طيب بعد كده عنجي هنا زي الديالوج محادسة لين بتكلم تاليا طيب لين سألت سؤال امت جاية تاليا ردت عليها طيب الاول قبل ما ندخل على الديالوج ونكتب الكلمات لازم نعرف الاول الكلمات اللي في الباكس ده معناهم ايه هنا excited excited يعني متحمس وhow يعني كيفة وين معناها متى هاو وين دول ادتين استفهام هاو معناها كيفة وين معناها متى طيب نشوف هنحط كل كلمة فانهي مكان هنا عندي نقط وبعد كده بيقولي do you feel هنا ده سؤال عشان في هنا question mark علامة استفهام فالسؤال هيبدأ بادة استفهام طيب انهي واحدة في يوم انا هنا عندي ادتين استفهام طيب السؤال feel يعني يشعر feel يعني يشعر وyou يعني انت ودودة فعلي مساعد ملوش معنى طيب ايه ادات الاستفهام اللي بستخدمها عن السؤال اللي بيسأل عن الشعور انت بتشعر بايه السؤال كان بيقول ايه افتكروا how do you feel how وبعد كده do you feel يعني كيف انت تشعر انت حسس بايه تمام مش when لا how طاليا قالت لها I feel انا اشعر اشعر بايه بقى طيب بعد كلمة feel احنا قلنا بنحط adjective مين الصفة الوحيدة اللي موجودة هنا when ولا excited يبقى excited يبقى انا اشعر اني متحمسة يبقى بعد feel هنحط ايه هنحط صفة تمام وexcited دي هي دي الصفة الوحيدة الموجودة طيب ندخل على بعدو هنا عندي box في كلمات والمفروض الكلمات دي هنحطها في في الاجزاء اللي فاضية من التاكست ده هنا بيقول يريد يعني اقرأ and complete واكمل ده text text يعني النص اللي هو ده with words بالكلمات from the box من الباكس اللي هو ده طيب بنحله ازاي السؤال ده بنحله عن طريق ان احنا نترجم الاول الكلمات اللي موجودة in the box في السندوق ده وبعد كده ندخل على text النقراء واحدة واحدة ونحط الكلمة المناسبة في النقط يلا بينا يلا بينا sandwich طيب تاني hungry يعني صفة ومعناها جعان hungry homework homework اللي هو الواجب طيب نبدأ دلوقتي نسمي الله وندخل على text بتاعنا amani and salma ما لهم are are يعني يكونوا in يعني في the kitchen kitchen اللي هو المطبخ يبقى amani وسلمة فين in the kitchen في المطبخ سلمة feels يعني تشعر thirsty يعني عطشان يبقى سلمة تشعر بالعطش and 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 وإحساس تاني طيب ما فيه feel يبقى تشعر تشعر بالعطش وبحاجة تاني تمام لانها بعد الفعل feel لازم نحط adjective يعني صفة يبقى تشعر تشعر بايه ان هي عطشانة وحاجة تاني عطشانة وسندويتش لا ده مش صفة مش شعور عطشانة وهومورك ولا عطشانة وهونغري جعانة يبقى salma feels thirsty and hungry يبقى تشعر بالعطش وبالايه وبالجوع طيب يبقى دي خلاص اهي amani is تكون very kind kind يعني طيبة تمام وvery يعني جدا يبقى طيبة جدا الله amani طيبة جدا هي عملت ايه she makes يعني تجهز او تعد او تعمل بتعمل ايه بقى بتعمل ايه بقى ايه for salma اه طيب اه salma جعانة يبقى اماني هتعمل لها ايه هتعمل لها sandwich يبقى she makes a sandwich بتعمل sandwich لمين for salma لسلمة وبعد كده she gives some juice بعض ايه بعض العصير to معناها ايضا اتفقنا جميل ندخل بعد كده بيقول لي look and write انظر واكتب the missing letters letters يعني الحروف و missing يعني المفقودة missing letters طيب ورقة شجرة اسمها ايه leaf leaf يعني ورقة شجرة l-e-a-f طيب المتحمس يعني متحمس excited excited يعني متحمس e-x-c-i-t-e-g excited يعني متحمس طيب المطبخ اهو في فرن اهو في دوليب المطبخ يعني ايه kitchen kitchen يعني مطبخ طيب لحمة اسمها ايه اسمها ميت بس اخد بالي اللحمة m-e-a-t اسمها ميت لان يقابل برضو اسمها ميت بس m-e-e-t تمام اخد بالك من الفعل اللحمة ميت m-e-a-t طيب ندخل على السؤال اللي بعده في الصفحة اللي وراها هنا عندي سؤال read order يعني اقرأ ورتب and write واكتب السؤال ده بيتحل ازاي السؤال ده بيتحل عن طريق ان انا بمسك كل جملة اه اترجم الكلمات اللي موجودة فيها وبعد كده اقوم جاي مرتبها في دماغي و اقوم جاي كتبها يلا بينا يلا بينا don't like don't معناها لا ولايك يحب يبقى don't like يعني لا يحب كولا اللي هي الكولا تمام اللي هي زي البابسي والكوكاكولا اللي هي المشروبات الغازية i i يعني انا to drink to drink يعني ان اشرب طيب نبدأ بالكلمة اللي تحتها خط اللي هي i i يعني انا طيب احط بعد كده الفعل الفعل يعني الحاجة اللي انا بعملها ده فعل subject محتاج بعده verb يعني فعل فممكن تقول مثلا i like يعني انا احب او ممكن تقول i don't like يعني انا لا احب ممكن يكون الفعل ده مثبت زي like ممكن يكون منفي زي don't like كيف يبقى i don't like انا لا احب i don't like طيب انا لا احب اعمل ايه to drink يعني انا لا احب ان اشرب ان اشرب ايه كولا تمام طيب ندخل على اللي بعده healthy healthy يعني صحي eat eat يعني يأكل it's يعني هذا يكون تمام يبقى it يعني هذا حاجة غير عاقل وإز يعني يكون fruit fruit يعني فاكهة to to g يعني هنا بستخدمها للربط تمام بمعنى مثلا an بمعنى an تمام وليها كذا معنى ما هي ممكن to g g بمعنى الى يعني مثلا i go انا اذهب to school الى المدرسة وممكن تجيب معنى an زي ما هنشوف هنا في الجملة فبيقول ايه مثلا it is هذا يكون هذا يكون ايه هذا يكون صحي it is healthy أو it's healthy يعني هذا يكون صحي to يعني ان ان ايه بقى to eat ان تأكل تأكل fruit يعني فكهة يبقى من الصحي انك تاكل ايه انك تاكل فكهة يبقى من الصحي ان تأكل ايه تأكل فاكهة تمام او هذا يكون صحي ان تأكل فكهة طيب ندخل على السؤال البعده هنا choose the correct word between brackets يعني اختار الكلمة الصحيحة من بين الايه من بين الاقواس طيب هنقرى الجملة ولازم نقرها للاخر وبعد كده نختار الحاجة الصحيحة منهم there are there are معناها يوجد there are there are كام 10 ولا 5 ولا 20 مليمتر اللي هي مليمترات in a سنتيمتر في السنتيمتر الواحد زي ما اخذناها في الدرس التاع نقلك السنتيمتر الواحد في 10 مليمتر يعني 10 مليمترات let's let's يعني هيا بنا هيا بنا هيا بنا ولا help ولا eat our living room living room يعني غرفة غرفة المعيشة يبقى هيا بنا نساعد غرفة المعيشة ناكل غرفة المعيشة ولا clean ننظف غرفة المعيشة bravo عليكم clean help يعني نساعد eat يعني نأكل و clean يعني ننظف اوكي طيب I am انا اكون 127 يعني 127.5 سنتيمتر يعني انا اكون 127.5 سنتيمتر زي ايه الطول بنستخدم ايه الكلمة اللي في الاخر اللي بنحطها لما اجي اقول طول حد او sad ولا happy ولا طول في الاخر في الاخر الجملة اللي فيها طول حد بستخدم كلمة ايه طول تمام he drinks ولا prepares ولا feels drinks يعني يشرب prepares يعني يجهز او يعد feels يعني يشعر وبعد كده his lunchbox تاني lunchbox اللي هو صندوق الغداء اللي بناخده في المدرسة lunchbox everyday يعني كل يوم everyday يعني كل يوم هو بيعمل ايه بيشرب lunchbox ولا بيشعر lunchbox ولا prepares رضو عليكم prepares يعني يجهز او يعدو تمام مامي الام please تنظف و please please يعني تلعب و feels feels يعني تشعر unhappy unhappy يعني غير سعيدة اه اكيدوا الاولادها مش بيساعدوها اولادها مش حلوين طالما مش بيساعدوها طيب unhappy unhappy ده صفة طيب الصفة جي بنحطها قبلها الفعل ايه feels ضيب امامي feels الام تشعر unhappy بعدم السعيدة تمام طيب اه ندخل بعد كده على اللي بعده هنا بيقول لي read اقرأ and take true or false يعني يعمل صح او ايه او غلط هنقرأ مثلا الجملة ونشوف هل الصورة جي بتعبر عن الجملة ولا لا لو بتعبر عنها هنعمل true لو مش بتعبر عنها هنعمل false طيب i play play يعني ألعب أنا ألعب tennis أنا بلعب التنس هو ده التنس لا ده فوتبول يبقى wrong غلط او false طيب they clean هم clean يعني ينظفوا the playground playground يعني الملعب هو ده الملعب لا ده أنا شايفه اه شايفه living room ولا ده classroom ده هنا في لا ده ده television the television تلفزيون وهنا في صورة وهنا تقريبا في كنبة ولا كرسي ممكن جيتكن living room يبقى مش play ground هون جاي برضو عامل false يعني غلط i feel اه يعني انا feel يعني اشعر with thirsty thirsty يعني عطشان انا اشعر بالعطش اه ده بصص هنا وفي هنا كوبية مية يبقى right او true يعني صحيحة طيب ندخل على الصفحة اللي بعدها ونشوف الاسئلة اللي وراها بتقول ايه هنا بيقول لي look يعني انظر read اقرأ complete complete يعني اكمل السؤال ده احله ازاي اقرأ الاول الكلمات اللي هما في الباقس ده مثلا هنا كلمة feel feel يعني يشعر بعد كده cola اللي هي الكولة و eat eat يعني يأكل تمام طيب اه وخد بالك هنا اول حرف كابتل عشان دي طالما اول حرف كابتل يبقى تيجي اول الكلام لازم تمام طيب هنا ده بياكل والده هنا بيقول لي ايه في الصورة يعني بياكل وهنا healthy food healthy يعني صحي و food يعني طعام طيب اللي هتيجي هنا في الاول لازم يكون اول حرف كابتل غير كده ان هي ما ينفعش غير كلمة eat لان ده healthy food طعام صحي يبقى eat كاني باقول لك بديك امر واقول لك كل healthy food يعني طعام صحي الفعل لما يجي اول الكلام يبقى فعل امر تمام اه يبقى لما اقول لك eat healthy food مش يأكل طعام صحي لا يعني كل كل طعام صحي طيب هنا اه don't don't يعني لا لما اقول لك ما تعملش حاجة لازم ابدأ ب don't 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 drink يعني لا تشرب لا تشرب لا تشرب تشرب ايه بقى لا تشرب فيل ولا لا تشرب كولة برافو عليكم don't drink كولة ما تشربش كولة لان هي unhealthy اوكي طيب ايبقى احنا خدنا ايت وخدنا كولة وجي زيادة كان عايز يلغبطنا تعالوا ندخل على الجزئية اللي بعدها هنا بيقول لي read the passage اقرى الفقرة and choose the correct answer واختار الاجابة الصحيحة تمام طيب اعمل ايه اقرأ الباسج كويس وبعد ما اقرأها احل الاسئلة اللي ايه اللي عليها وقلم في ايجي لو لقيت جملة مهمة بترجمها عمر and dina عمر و dina are are يعني يكونوا at home at يعني في home المنزل عمر و dina يكونوا في المنزل in there يعني في their living room living room يعني غرفة المعيشة تمام اتاني they يعني هما are يكونوا talking talking يعني يتحدثوا talk يعني يتحدث to mommy بيكلموا مامتهم mommy feels feels يعني تشعر تشعر بايه بقى unhappy unhappy يعني غير سعيدة مامتهم مش مبسوطة and tired 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 يعني مرهقة تاني اسمها ايه tired tired يعني مرهقة عمر and dina عمر و dina كان كان يعني يستطيع يستطيع يعملوا ايه help her help her يعني يسعدوها يبقى يستطيعون هما يسعدوها they هما كان يستطيعوا يستطيعوا بقى يعملوا ايه يستطيعوا clean clean يعني ينظفوا the kitchen المطبخ kitchen يعني المطبخ now الآن لما قالوا لها بقى هالنظف المطبخ now mommy والدتهم is تكون very happy very very يعني جدا happy يعني سعيدة الواتش مامتهم مبسوطة جدا عمر and dina عمر و dina are يكونوا in the هما فين بقى in the bathroom في الحمام living room في المطبخ ولا bedroom غرفة النوم in the living room تمام في غرفة المعيشة bedroom غرفة النوم و bathroom اللي هو الحمام الطويلت يعني they هما are يكونوا talking يتحدثوا زي ما قلنا هنا talking to بيكلموا من مامي والدتهم now الآن بعد ما قالوا لها با يا مام احنا هنساعدك now مامي والدتهم is تكون very 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 happy يعني سعيدة هنقف لغاية هنا وهسيب لكم الجزء ده انتو تكملوا لوحدكم بس خدوا بالكم هنا هو i sentence sentence يعني جملة وهنا sentence يعني جملة look انظر and write واكتب a sentence يعني جملة under each picture يعني تحت كل صورة ما تكتبش كلمة وبس يعني مثلا اقول ايه the be النحلة is تكون on the leaf على ورقة الشجرة بس مش هقول حاجة تاني دي انا مش هقولها لكم تمام عايزكم تكتبوها وركزوا كمان في punctuation يعني ايه punctuation اول الجملة حرف capital اخر الجملة لازم ياما full stop ياما question mark ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك ولو لسه مشتركش في القناة على اليوتيوب بيشترك فيها لو لسه ما انضمتش لصفحتنا على الفيسبوك انضم ليها واعمل شير للفيديو وغلي وخلي غيرك يستفيد واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو غي وسلام ام ام موسيقى